السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تاحية طيبة لكم في هذا الفيديو سوف أوجه رسالة لإخوتي وأحبتي من الناس الذين يرغبون بالقدوم إلى أوروبا أو إلى ألمانيا بالخصوص بطريقة شرعية أصدقائي وأيضا رسالة إلى الإخوة والأحباء الذين يعيشون في توركيا أو في اليونان أو في كل مكان أصدقائي أنصحكم بعدم المغامرة والقدوم إلى أوروبا بطريقة غير شرعية عن طريق البحر أو عن طريق أيضا الدخول إلى الحدود الوضع خطير ولا تصدق الإشاعات والأكاديب التي تنشر لأنكم بهذا الأمر تغامرون بحياتكم وتغامرون بحياة أطفالكم وتغامرون بحياة زوجاتكم وأمهاتكم وأبائكم هناك طريقة أخرى للقدوم إلى ألمانيا ألمانيا ابتدأت منذ الواحد من شهر مارس من هذا الشهر بقانون الهجرة الجديد وألمانيا بحاجة ماسة وكبيرة لناس مهاجرة عمالة يأتون إلى ألمانيا بطريقة شرعية ويشتغلون في ألمانيا أو يأتون إلى ألمانيا ويحصلون على ستة أشهر إقامة في ألمانيا من أجل البحث عن عمل وهذا ما أنصحكم به أصدقائي أنصحكم باستغلال قانون الهجرة الجديد خصوصا إذا عندكم حرفة إذا عندكم تكوين مهني إذا متعلمين مهنة إذا درسين في الجامعة باستغلال هذه الفرصة وسوف أتكلم معكم هنا على بعض النقاط عن قانون الهجرة الجديد لكن حداري حداري من الدخول إلى اليونان بطريقة غير شرعية لماذا؟ اليونان وكثير من أحبتي وكثير من إخواني وأصدقائي متابعي هذه القناة ما زالوا محتجزين في الجزر اليونانية منذ سنة منذ سنتين ولا يستطيعون الخروج منها فهذه النقطة يجب أن تعرفوها أصدقائي من يدخل عن طريق البحر من تركيا إلى اليونان يقع في مشكلة الجزر اليونانية لا يأخذون أحد من الجزر اليونانية إلى داخل اليونان وأيضا عندما يصل أصلا أحد إلى داخل اليونان فاعلموا بأن طريق البلقان مغلق تماما والطريق للقدوم إلى ألمانيا شبه مستحيلة يعني كل الحدود مغلقة حتى ألمانيا غلق الحدود وتتعم باقي الدول في غلق حدودها فلا داعي للمغامرة ولا داعي لتصديق الإشاعات التي تنشر مثلا في بعض القنوات التلفزيونية التركية على قولها بأن الحدود مفتوحة وأن الناس دخلت إلى أوروبا هذا الكلام غير صحيح الحدود مغلقة وكثير من الناس على الحدود يعانون ويعني يحز في نفسي عندما أرى صورا وفيديوهات للناس في صراع مع الشرطة اليونانية بصراحة عنف من الجهتين لأن الناس سمعوا في التلفزيون التركي الحدود مفتوحة فرحوا وركبوا باصات مجانية وذهبوا إلى الحدود ووجدوا الحدود مغلوقة فحصل بينهم نزاع قوي بين اليونان الجيش اليوناني الذي يعني مدعوم من الاتحاد الأوروبي بأن يغلق الحدود أصدقائي حتى أن اليونان وقفت اللجوء أوروبا حاليا وألمانيا تحتاج إلى مهاجرين وألمانيا عملت قانون الهجرة الجديد وما هو قانون الهجرة الجديد؟ قانون الهجرة الجديد هو أي شخص يعيش في بلده أو يعيش في أي بلد كيفما كان يستطيع القدوم إلى ألمانيا بطريقة شرعية بفيزا على الباسبور ويأتي إلى ألمانيا ويدخل معزز مكرم محترم في المطار ويبحث عن عمل في ألمانيا أو يبحث لكن ما هي الشروط؟ الشروط سهلة هناك شروط صعبة وهناك شروط سهلة على الأقل لو استفاد منه بعض الإخوة والأصدقاء يكون أحسن على أن يغامروا بحياتهم ويركبوا البحر ويدخلوا لليونان ويصبح حون يعني محتجزين يعني كأن الواحد محتجز في اليونان في مخيمات مليئة ظروف قاسية حتى أن الواحد يندم ويتمنى لو يرجع إلى تركيا المهم قانون الهجر الجديد في ألمانيا يقول شخص يتكلم الألمانيا وتوجد مجموعة من المدارس والمعاهد لتعلم الألمانيا في دول متعددة في شمال إفريقيا الشرق الأوسط المهم أن تكون عندكم شهادة للغة الألمانية مستوى بي واحد في أحد المعاهد المعترف بها معهد جوتو أو معهد تلك تكون عندكم شهادة للغة الألمانية بعد ذلك أصدقائي ألمانيا تريد اليد العاملة الماهرة أصحاب شواهد شواهد جامعية أو شواهد مثلا شهادة مهنية شخص تعلم مثلا شي مهنة كيف ما كانت عنده شهادة تقومون بالاتصال وشوفوا فيديو اكتبوا قانون الهجرة الجديد مارو وادخلوا له وشوفوا فيديو أصدقائي فيه المعلومات ويمكنكم تعديل شواهدكم هناك عنوين في ألمانيا يعني ممكن أن تتصلوا بها بالتليفون بالإيميل يساعدونكم تترجمون شواهدكم ويمكنكم أن تحصلون على فيزا للقدوم إلى ألمانيا من أجل العمل أو تطلبوا فيزا لبدة ستة أشهر تأتون فيها إلى ألمانيا وتبحثون على عمل معززين مكرمين أحسن من الدل الذي يمكن أن تتعرضوا له في الحدود والمعاملة القاسية وانتظار اللجوء ويعطوكم رفض اللجوء ويعطوكم ترحيل ويعطوكم كذا وكذا وكذا أنا لا أريد لكم فقط سوى الخير والنجاح وعدم تصديق الإشاعات وعدم تصديق مصالح الدول لأن كل دولة تتعامل حسب مصالحها وعندما مثلا تركيا توافق أوروبا على إعطاءها مثلا مساعدات أكثر فإنه سوف تغلق الحلود لذلك ردوا بلكم جزاكم الله خيرا ولا تغامروا بحياتكم واعلموا بأنه يوجد قانون للهجرة في ألمانيا معززين مكرمين تأتون إلى ألمانيا اكتبوا قانون الهجرة الجديد ماروا واكتبوه وإن شاء الله يا رب مجموعة منكم يستفيدون من هذا الأمر لأن ألمانيا محتاجة إلى الناس دوي الكفاءة الناس الذين يزيدون من اقتصادها شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر